اكد مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اهمية الاستمرار في مراقبة الاسعار والتأكد من توفر السلاع في الاسواق منوها بالجهود المشكورة لتوفير السلاع وتأتي هذه التأكيدات من قبل مجلس الوزراء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وما يشهده الشهر الفضيل من انعاش في الحركة التجارية اهتمام جلي ابدته حكومة مملكة البحرين في السعي الى تحقيق الامن الغذائي وضمان انسيابية السلاع في اسواق مملكة البحرين حيث كانت مملكة البحرين ليست بمنعا عن ازمة سلاسل الامداد العالمية التي انتهت وعادت بعدها الاسواق الى حالتها الطبيعية والتي كانت ايضا فترة شهدت عددا من الاجراءات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تواجد المنتجات التي يحتاجها السوق البحريني ويتم استرادها من الخارج جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تابع فيها المجلس النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلاع الاساسية من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار اسعار السلاع في ضوء بعض التطورات العالمية التي اثرت على امدادات الطاقة وتوفر واسعار البطائع في ذات السياق اكد المجلس اهمية الاستمرار في مراقبة الاسعار والتأكد من توفر السلاع في الاسواق منوها بالجهود المشكورة التي تمت من قبل الجهات المعنية والقطاع التجاري لتوفير السلاع ويأتي تأكد مجلس الوزراء على اهمية الاستمرار في مراقبة الاسعار والتأكد من توفر السلاع مواكبا لمتطلبات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث يعد هذا الموسم موسما نشطا للسوق البحريني وتنتعش فيه حركة العرض والطلب على السلاع الاستهلاكية والتموينية وفي المقابل تستمر الجهات المعنية والقطاع التجاري بتكثيف الجهود لضمان توفر السلاع وباسعار مناسبة وحرصا على استمرارية توفر السلاع استمرت الجهود الرقابية طوال الفترة الماضية من قبل ادارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة من خلال الجولات التي هدفت لتعزيز الرقابة والمتابعة للأسواق المركزية وجميع منافذ البيع للتحقق من وفرة المنتجات الغذائية بما يضمن استقرار اسعارها في الشهر الكريم